رمضان أقبل يا أولي الألباب فاستقبلوه بعد طول غيابي عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ظل سحابي وتهيأوا لتصبر ومشقة فأجوروا من صبروا بغير حسابي الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعابي لا يدخل الريان إلا صائم أكرم بباب الصوم في الأبواب ما صام من لم يرعى حق مجاور وأخوة وقرابة وصحابي ما صام من أكل اللحوم بغيبة أو قال شرا أو سعى لخرابي ما صام من أدى شهادة كاذب وأخل بالأخلاق والآدابي شهر العزيمة والتصبر والإباء وصفاء روح واحتمال صعابي سار الغزاة إلى الأعادي صوّ من فتحوا بشهر الصوم كل رحابي سقل الصيام نفوسهم وقلوبهم فغدوا حديث الدهر والأحقابي ملكوا ملكوا ولكن ما سهوا عن صومهم وقيامهم لتلاوة وكتابي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معين المؤمنين وناصرهم وموحدهم والصلاة والسلام على سيد الخلق وإمامهم وقدوتهم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد فأفواج من هذه الأمة من شبابنا وشاباتنا ونسائها ورجالها ومثقفيها وأدبائها ومعلميها ومهندسيها وكل فئات هذا المجتمع كلهم سيدخلون في وقت واحد جامعة رمضان وسيعلنون بوقت واحد الصيام والقيام للخالق وحده ليس هناك في أمة أيها الأحباب على وجه الأرض من يسجد أكثر منها ويركع أكثر منها ويقرأ أكثر منها ويسبح أكثر منها ويدعو أكثر منها ويتصدق أكثر منها لا تسمع لمن يقلل من شأن أمتنا بأننا أمة لا تقرأ ولا تجتمع بل كلنا بصوت واحد وبمنهج واحد وصيام واحد وقيام واحد ندخل رمضان وهو الجامعة لهذه الأمة العظيمة في هذه الأيام عجبا ألسنا أهل مجد تالد وكانت سيادتنا ملاذ السيد ولنا شعار الحرب ننشده معا الله أكبر فوق كيد المعتدي ما أجملها من صورة أيها الأحباب ما أجملها من صورة رائعة تشرح الصدر وتغذي القلوب وتروي الأفئدة بالسعادة والانشراح وأنت ترى مع بدء الساعات الأولى من شهر الصيام المسلمين يملؤون مساجدهم ويتقاطرون إليها من كل حدب وصوب وبذلك يفرح المؤمن أيها الأخوة والأخوات مرحبا بكم في عام جديد مرحبا بكم في رمضان الخير والطاعة طل عليكم كوكبة من طلبة العلم والدعاة من عراقنا الجريح قبل عامين في سلسلة حلقات دعونا الله فيها القبول وجعلناها عنوان حلقاتنا وقلنا اللهم تقبل وفي العام الماضي جعلناها أحاديث غروب وشوق ومودة وتشوق أرسلنا من خلالها ومن خلال حلقات رمضان رسائل للمهجرين والحاكمين والتائبين والعاصين بل وبعثنا فيها رسائل لشعبنا العراقي المكافح لشعبنا الذي لم ير خيرا مذ احتلال أراضيه فجعلنا ثقته بالله عالية وبينا له زيف الشبهات التي يطلقها أعداء الإسلام نحو رموز أمتنا وبينا بعض أحكام ديننا كل ذلك عبر حديث الغروب واليوم ونحن في أول ليلة من رمضان يطل عليكم من مارست بعوة والخطابة وخبر العلم والدراسة عبر برنامج من سلسلة حلقات رمضانية جعلنا عنوانها وإلى ربك فارغب قال الثوري اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل إلى الله لا إلى غيره ومعنى الرغب أي اصرف وجوه الرغبات إلى ربك وحده لا إلى سواه ولا تسأل إلا فضله متوكلا عليه فارغب هو من الرغبة قال تعالى عسيدنا إبراهيم عليه السلام ويدعوننا رغبا ورهبا أي رغبا في رحمته أي رغبا في رحمتنا ورهبا من عذابنا لذلك ذكر العلماء لهذا الشهر الكريم أكثر من أربعين بركة بركة في الدعاء وبركة في الرزق وبركة في الصلاة وبركة في الإنفاق وبركة في قراءة القرآن وفي الوقت وفي الليل وفي النهار وبركة في الطعام وبركة في الأخلاق وبركة في النوم بل وبركة في التواصل مع الأهل والأحباب وبركة في كل ما تقوم به من الأعمال الصالحة رباه رباه جئت إلى علياك معترفا بما جنته يدي أو زلة القدم فاجد بعفو إلهي أنت ذو كرم فكمننت على العاصين بالنعم واختم لعبدك بالحسن فليس له سواك ينقذه من موقف الندم صلى الإله على طاها وعترته ومنقف الإثر من عرب ومن عجم وهذا رمضان أيها الأحباب قد جاء فهبوا له وأصلحوا أحوالكم وأعمالكم فيه وهو ينادي ويقول هل من مقبل على العطاء وهل من مستجيب للنداء إلى لقاء آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر